شنو هي اهم الفيتامينات اللي غنتكلمو عليها اليوم دكتور عيماد فاول حاجة غادي نهضروا اللي غنتكلمو عليها اليوم واللي خاص يعني بيصدق كل مرة تعرفها وتكون مراقبها في حياتها نعم فاول وحدة هي الفيتامين او فيتامين او ومن البعض غادي نهضروا على الفيتامين دي اللي يتيم الفيتامينات المهمة جدا فيتامين كا او الفيتامين بنف اللي هو لاسيد فوليك وكا تبقى الانواع الاخرى ما يسمى بالفيتامينات الدهنية اللي هما لزوميغا فهدو من المواد المهمة جدا للصحة ديال نساء والصحة ديال التوازن الطبيعي ديال ديال المرأة. اغدي مشيو معاك خطوة بخطوة. نعم. شنو هي هذه الفيتامينات شنو الوظيفة ديالها لاش كتصلاح شنو تدور ديالها. نعم. فصحات المرأة. ولكنت نقصة شنو كتدير. فاول حاجة اللي اهضرنا للفيتامين او اول الفيتامينات اللي كتجي من اسم فيتا اللي هي الحياة. ان الحياة اه كتكون غير بها المواد هدي. اللي هي عبارة على واحد المواد كن ناخدهم من من طبيعة. ما كين العديد من هاد الفيتامينات اللي ما كيمكنش ناخده احنا بالدس ديال نضون كخس نجيبوها من على برا. والفيتامين او اول فيتامين مهم جدا للصحة ديال ديال النساء. اللي هو فيتامين اللي كيتحكم في الهورمونات كاملة. اذا الهورمونات ديال 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 النساء كلها كتشتغل بهذا الطاقة ديال فيتامين او. هدي واحد. جوج ان الفيتامين او هو من الفيتامينات اللي كتكون تعتبر مضادة الاكسادة. شنين مضادة الاكسادة? انها كتحيد لنا اي حاجة سلبية كتكون عندنا في الدس ديالنا. اذا فيها الشوائب يعني ذوك الفضلات اللي كتبقى عندنا ديال الاطعمة اللي كتدخل الدس ديالنا. اه كتحارب لنا الاكسيجين السلبي. اللي هو بينات الابحاث انه ما بين الاسباب المباشرة. في يعني اللي كيعطي اللي كيعطي العديد من الانواع ديال السرطانات بالنسبة للسيدات. تالتا ان الفيتامين او كيخلي لنا يعني دات واقفة. يعني كتبقى السيدة. اه الصحة ديالا واحد الصحة دي كتكون جيدة متوازنة. والهرمونات كدلي كيكونوا كيشتغلوا بوحد طريقة اللي كتكون متوازنة. الفيتامين او اه موجود عندنا تبارك الله في العديد من من المواد الغذائية اللي كيمكن القواه في المطبخ ديالنا. فكتبدأ من زيت نوار الشمس. لان اللي اخدنا غيم علقة كبيرة ديال زيت نوار الشمس. اخدناها اه جوج ديال المرات في اليوم. فحنا كنعطيو ديك النسبة الكافية ديال الفيتامين او اللي غادي نحتاجوها في اليوم ديالنا. كين كذلك واحد الفاكهة اللي متوازنة دبا في الاسواق اللي هي لافوكا. وكلنا كنعرفو القيمة ديال لافوكا والقيمة ديال اه النقاوة ديال الفيتامين او اللي كتكون عدنا في فلافوكا فهي مهمة جدا لهذه المسألة السمك بالانواع ديال وخاصة تغيس سرديني لاخدنا واحد جوج سردينات. اه جوج دلمرات مثلا في الاسبوع ندخلها في تغذية ديالنا فتا هي كتعطينا واحد الكيمية ديال الفيتامين او اللي كتصلح الدس ديالنا ولي كتعطينا واحد اه واحد القيمة مهمة ديال الفيتامين او. اه الفيتامين او مني كي نقص في الجسم شنو الاعراض اللي كتبان. فالاعراض هو كنحسو التعب كيكون واحد تعب قوي. ثانيا ما كتبقاش الحيوية ديال 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 السيدة يعني احتى الاستجابة ديال الحيوية ديال ما كتبقاش. كعطينا تأثير كذلك احتى على الهرمونات دياله يعني احتى مثلا مني كتجيها الحيضة كتجيب بعض الطرابات يعني في الفلوكس ديالها في توقيس ديالها وكيعطينا واحد يعني احتى النوم الناس ما كيبقاش للسيدة كتنعس مزيان ما كتبقاش كتولي وكيبقاش واحد التوتر والعياء الشديد والبشرة كتولي شاحبها البشرة ما كيبقاش في هذيك النظارة دي لهم كتبقاش كتحس بأن البشرة عند هذيك كما كنقول حنا ذاك الاكلة يعني ذاك النظارة القوية دي لها هذي الفيتامين أ غادي نمرو الآن الفيتامين دي والسؤال بغيت نعرف واش هناك فيتامينات اللي الجسم كيفرزها طبيعيا التوازن دياله أم أن الفيتامينات كلها تيستمدها الإنسان من الأكل ومن التغذية دياله نعم فمثلا الى الى الاenas والفيتacia ما هو المواد اللي تكون في الجسم ولكن عان طريق أسعة الشمس فهو كي empowered ما يسمى بLo gained research means. ولا مشاكرا فيتامينا فى الدس ديالنا ومني كي يعطاهوا ديك أشعة الشمس أااا نعطständو ديك اللي يجوا أ الدس ديالنا كي يتحول الي آااا فيتامين دي ولكن غالبيات الفيتامينات كتجي من الطابعة وكالناخدوها وكالستمدوها من الطابعة ديالنا Ber aslında لفيتامين respecto جديد كنتكلموا عليه كتير ماذا that其 namely amd أنه آخر الأرقام كتبياً على أنه كثير من النساء كيعاني ومن نقص الفيتامين D ويعني المفارقة في نكينا أنه إحنا في بلاد اللي فيها الشمس ركينين بلدان مثلاً في شمال أوروبا كين مناطق في العالم اللي اليوم لمدة ست شهور يعني ما كتكونش تقريباً الشمس فاليوم بغينا نعرفه علاش هناك نقص الفيتامين D عند كثير من النساء فأول حاجة هو التغذية يعني التغذية ما كتكونش واحدة تغذية متوازنة هذا من جهة من جهة أخرى أن دائماً كنقول العلم كيتتطور فالأبحاث المدار توبان بأن هذا يعني كتشفوا بأن هذا الفيتامين D هو من المواد لإخصاء تتراقب في التحاليل لأنه أشحال هذه كان الفيتامين D ما كيتتراقبش في التحاليل الأبحاث الجديدة والذات كتدخله في التحاليل زائد أن الفيتامين D أو الاستفادة من أشعة الشمس العديد من السيدات مثلاً كتخاف من الشمس كتقول الدمان خرش غديد غي تقاسلها الوجه ديالي ولا غادي غادي تقاسني الشمس غادي تحرق لي الوجه فكتلقى طيلة ديك الفترة اللي كتكون فيها الشمس مثلاً اللي يخصنا نستفدو منها سيداك تكون مخبية على الشمس أنها ما كتخرش للشمس ولو أن الشمس غير يلادرنا غير الأطراف ديالنا شوية من اللي الدين ديالنا والرجلين فكنستفدو من من هذا الطاقة هذه ديال الشمس وكنستفدو من الفيتامين D فالفيتامين D في صحة الإنسان زائد أن الفيتامين D هو المنظم يعني الدورة البيولوجية ديال السيدة كيفاش الدورة البيولوجية اليومية يعني إلا ما كان عندنا الفيتامين D بواحد القيمة اللي مزيانة ومتوفرة كتلقى السيدة كتنعس مثلاً الساعة الكافية كتنوت كتكون عندها الحيوية كتكون نشاط يعني كتعيش حياتها طبيعي من كيكون نقص في الفيتامين D كيولي للطيرابات أنها ما كتوليش كتنعس مزيان العس دياله كيولي منطار بحتيها في الصباح حاوتيني كيولي الخمول أنها ما كتقدرش تحرك ما كتقدرش تكون عندها واحد الطاقة والفيتامين D هو ذيك الطاقة اللي كتحرك لنا الغوداد يعني الجميع الغوداد ديالنا إلا ما كانش الفيتامين D ما كتكونش فيها ذيك الحيوية ديال الانتاج إذن إلا ما كانش الفيتامين دي الغودات كيو اللي فيها خمول ما كتبقاش كتفرز الهورمونات بديك طريقة منتظمة. وكما كان قولوه أن السيدة هي باقة دي الهورمونات. فإلا ما تفرزوش الهورمونات بطريقة منتظمة. قدي وقع واحد الخلال. عدنا الغودات دارقية مهمة جدا. الغودة الكادرية اللي كتكون فوق اللي كتفرز لنا الكورتيزون. حتى هي من من الغودات اللي كتأثر. آآ كذلك المابيدة ديال ديال السيدة ما كيوليش كيفرز البويضات بوحد بوحد ناتجين زيان. يعني بدك ديك الصيفة ديالة اللي خصت تكون. وعاد أن الدورة كتكون كيولي في هذا طرابات ديال الدورة الشهرية. الفيتامين كالي هو فيتامين مهم جدا لتختر دم. كنا عرفوا تختر دم آآ أو هاد المادة هدي دي الفيتامين كا. أهم حاجة للقلب والشرايين. والقلب والشرايين حتى هو من المواد اللي كيتحكموه في في الدس ككل وعند نساء كذلك لأنهم هم اللي كيكونو كيتحكموه لنا في في الدم أو في الدورة الدموية. ودائما كنا هضرو على الدورة الدموية كنا هضرو على تغذية ووصول الأكسجيل الكافي لدس ديالنا. فيتامين بنوف. بنوف ولاسيدفوليك كنا عارفوه المزايا ديال لسيدفوليك. بالنسبة للمرة اللي يعني لي ما حاملاش وبالنسبة للمرة اللي حامله. الأنسيجة الدماغية يعني كي يقوّلنا الأنسيجة ديال أعضاء المهمة بحل الكبدة بحل القلب بحل الكيلة باش كتتقوى وباش كتكون كتشتغل بواحد طريقة منتظمة نحافظوا عليها من كما كان قولنا من التمزق فمهم جدا أن ندخلوا الفيتامين بنا في التغذية دينا اللي كيكون في الشوفان فإلا خدينا الشوفان فهو في تركيز عالي ديال هاد المادة هادي عندك شي نصيحة أخيرة بالنسبة للفيتامين دي فالفيتامين دي كما قلنا أنه هو كي خصنا نحافظوا عليه وخاصة بنسبة للبنيتات والسيدات لأنه من بعد كيتحكم في الحياة ديالهم الأنثوية وكذلك حتاغ اللي بغين يعني يكون عندهم موليدات إن شاء الله فضروري ما نحافظوا على كمية الفيتامين دي يعني لو ولدكم أو بنتكم عندهم نقص في الفيتامين دي خستاخدوا الأمور بمعقل الجد لأنه أي نقص لم يعالج بشكل صحيح فهذا شي مبعد كيقدر يخلف أثر على القدرة الإنجاب عندهم عند البنات وعند الولاد فهادي شي حاجة طبعا لتشي واحد ما كيبغي يوصل لها ودائما الوقاية كتبقى خير من العيلة شو يبغي فيك الدكتور اللي خليك هاد كنسربوا حد فيتامين بي سيس مهم 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 وخفتها أنه يؤثر علي ولا شي حاجة على صحتي ولا شي حاجة وش خرجوا لك طريب؟ ايه خرجوا لي طيب ومعندي شوية قلة النوم ايه وش حال شحال وانتي كتسربة شحال وانتي كتسربة فيها؟ ها arkadaşlar كانت شربتو يدلي وتقطعتو الشيامات بلي وרךعت وانتي تريدت وحادتش الهدف فيتامين بي سيس آيا ايه؟ لي stereotypes등ي منا ااااا اه شنو الهراد لي كانت عندك حاكيمة؟ عندي اختي قلة النوم ايه ايه وتالج خطة وعندي الخوف والخلعة يعني فالليل ما تنعسيش؟ ما كان أشفزه كي gamble قلق ايه معاش عندي مقطع كنت سئ عند طبيب دارلك شي تهاليل؟ الا كيف يعبر لي عالتنسيوم لديك الخلعة و ذك شي كيف دقة القلب ملتعها والتنسيط يطلع ليها. وباش عارف الا انه عندك نقص في الفيتامين باسيس? ايه. 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 فشوف الفيتامين باسيس مع المانيزيوم ماشي مشكل شرب ديالو ايه كان استشارة طبية. و انتي جيب يلا يا الله وسبوعيك سيمان هذي باش تبعتيه. ايا. فاشوف اختراق سكال الاقل واحد شهر لدي الاستعمال دي الهد. وهذا باش كيمكن لي يعطيك النتيجة. ياك. كنت كن شربو شهالة هذي وقطعته. اه. هتقالوا لي انه ستطيد لكي دي الادمان بلا ما تقيم سباك. لا لا لا. شوف. وامتفق معك. ومزيان انك استشرتيه واتصلتي بنا. ومسألة دي الادمان. الى كانك يعطي لنا الطبيب فما كيش الادمان لان هذاك فيتامين بسيس واداك المونيزيوم. فين عدنا هنا المشكل? يلا كنا ناخده بذك المقدار اللي آآ آآ فيت. يعني محل دا بيت مما غادي يكون اعطيك حبة وحداك التخذيها في الليل. ياك? اي اي اه. حيث مثلا اللي نمشي ناخدينا جوج حبات. ولا اخدينا ثلاثة ديال الحبات باش نقوله احنا بغينا نعسو بغينا نرتاحو. هناك يولي عدنا المشكل. ذاك شي باش كنقوله اصدارو الاستشارة الطبية. وانتي يرى يمكنك تستعمليه ح تلطة شهور. ما كيش مشكل ما غاديش يعطيك اعراض جانبية لاخديتي حبة وحدا في الليل. وهذا فيتامين وهذاك المونيزيوم. شنا هو تدور ديالهم? علش كنعطوه الفيتامين بسيس مع المونيزيوم. كي يعطينا واحد كيتبت لينا الدقات ديال القلب ديالنا. يعني الانسان وخاكي توتر وخاكي تخلع وخاكي جايديك ديك الخلعاكي. حيش مني تخلعوه مثلا ولا كنتوترو كيولي القلب كيضرب بزاف. وهذاك شي كيشكلنا خطار على القلب ديالنا. اذا احنا مني كان ناخدوه الفيتامين بسيس زائد المونيزيوم. وخال انسان كيتخلع كيبقى القلب كيضرب مرتاح. وكتضرب ديك عذرة القلب مرتاحة. يعني كينتا ضمد قد القلب. كينتا ضمد قد القلب. والقلب ما كيتأثرش. لانا كيكون خطورة لك القلب كيضرب بزاف بزاف ديال المراش. نعم لانكي القلب او الدم كيولي كيتضخ بح طريقات تقيلة مزيانة مرتاحة. بش الانسان كيولي مرتاح. فتبعد ديالك سيمانة رهما كافية شاختي. ضروري على الاقل لوحد الشهر. وخادي الدواء. نعم اختي. اخي اخويا كنتك نشربوش حال هادي وقطعتو. نا ما شي مشكل ما عندك مناش تخافي. ما عندك مناش تخافي. فهذا شوف الادوية اللي كتعطي الادمان هي ادوية اخرى. فهي مضادة الاكتئاب وبزاف ديال الامور. وهذاك شي احتى الطبيب راوك يعطي الطريقة ديال الاستعمال ديالها. وحتى ابني كنمشي والصيدة اللي يرى هادك اللي كتكون كتعطينا الادمان ما كتبعش بدون وصفة طبية. لان هادك مكمل غذائي اللي هو الماليزيوم كتعطيه بدون وصفة طبية. فما عندك مناش تخافي يا اختي. الله يعونك حكيمة هلا في راسك معنا ام ايمان متنجة اهلا على راديو اسوات. معلكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله كدير اخوي ايمان. الحمد لله الله يبرك فيك. الحمد لله عندي لكم واحد سوء الله يجلسكم بخير. مرحبا. مرحبا. انا بنتي كانت اه تشقت لها رجلها. بغدت اشي حاجة ما طاحت متشي حاجة. ايه. ايه. اه خمس باشرة امرت ايجا كتعيط في البرنامج. اه. اه. دي التغلية مع سانق. ايه. وكت عملت لها تحليل لقيت فيتامين دي ثمانية. اه. اه. ويمكن تشقت لها رجل لها يعني ما طاحت متشي حاجة. اه. اه. شنو درتي من بعد? اه. عملت لها تحاليل لقيت فيتامين ديها بطب زيف ثمانية. ايه. شنو درتهم بعد ما خرجوا تحاليل? اعطوني اه واحد اه. واحد صاشية كتشربهم. اه. 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 شخلا دي باشر يوم. اه. اه. يا الله بديت لها عد السيمانية اللي فعلت. ايه. وبغيتش حاجة اللي تعاون بها حاجة اخر الله يجزك مغي خير. شوف سؤالك مهمة ام ايمان عرفتي علاش? اه. انو كنعرف كتير كتير من الاماهات قدر اكتر من اللي اي وحدة فينا تصور. اللي ولداتهم يذكورة يا بنات يعني يا ولاد يا بنات. فهد السن هذا بتفصيل المراهقة. كيكونوا مثلا ذاك الوليدات دي ما شدين عليهم في الدار مدراسات دار مدراسات دار وكيكونوا ايضا بعض الاطفال ولا بعض الشباب اللي كيدخلوا في نوع من الادمان على الالعاب الالكترونية وهد الكلام غيوصل لكتير من الاماهات اللي كيسمعونا. ولدك ولا بنت كيدخل البيت كيشد عليه لانه كيلعب اه في الالعاب الالكترونية وهد شيء اللي كيخلي كيدهروا مجموعة من الاعراض مبينها تساقط الشعر مبينها الخمول في الصباح مبينها صعوبة في اه يعني في الانسان كيبقى عاقل كيبقى متذكر ذاك شي اللي يحفظ ولا اللي يراجع مثلا في الدراسة. فكتير من الاماهات اللي كيلقاوا اليوم انهو شابة بهاد السن عندهم نقصان في الفيتامين دي. واش انتي بنتك تتلقي انك تتعرض ما يكفي للشمش? لا. علاش? مش بالساس. علاش? كتجي من المدرسة التارت خرقت بشي من ثمانية ونصر ربعة العشية تجي كتسارح واحد شوية المراجحة صافي شوية كتشوية كتشوية كتنعس. مشنو شنو قال لك الطبيب? هاد شي ما 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 خليها مش انا يلعبوا. مزيان ولكن شنو قال لك الطبيب على هاد النقطات الشمش هذي شنو باش نسحك الطبيب? ضروري نخرجوا الشمش شوية. ودب شوية ولكن انا وقيتها معرفش انا وقيتها. ودب ودب وليتي كتخرج انتي وياها شوية للشمش? اه. دكتور عيمد شنو النصيحة ديالك? لانو هاد المشكلة ولا كيتطح? وانتشر بواحد شكل غريب. مهم مهم جدا. يعني ادراري صغار? وعندهم نقصان في الفيتامين دي. نعم لان اشياء الشمس كما قلنا هي ضرورية. ودب سهولة انا وختي الوقت فوقاش يعني نشوفوا الشمس ولا نخرجوا الشمس فادب الشمش باردة. غير هو نحاول ندرقوا الراس ديالنا ما تقسوش هاد الشمس لانها كتقدر شوية بالراس لكنها مباشرة عليها. الى درت غير الاطراف ديالك غير تخرج غير يديها شوية في الشمس مع رجليها مثلا. مش بلايسة لتكون سخونة لان ده بكن عارفو كي البرد. وتبقى غير واحد. فوقاش. ديالنا نقول احنا دبال على حسب القراء البنية فوقاش كتقرأ يعني التوقيت ديالا. اما احسن وقت باش نستفدو من يعني من اشياء الشمس فكتبدا من العشرة حتى ال احتل ال اتناش ونص وعاو ثاني من فاد الوقيتات من الربعة حتى الخمسة فهدو هما جوج ديال ديال الوقيتات اللي مكن نستفدو من اشياء الشمس اللي كتكون ديالا كونسنتراسي ودك التركيز ديال الاشياء ديال الشمس المفيدة. اذا ايمان شنو كيبلك شنو الوقت الوقت اللي ممكن دقلت فيه البنية فالشمش? يعني مر بعل خمسة هيدا دي مزيانة. والصباح? الصباح ما عنداش لامكانية? لا ما عنداش لانا كتقرأ قرأ. كتقرأ. ما كيديرولو مش الاستراح? والاستراح ولكن ما كيخرجوش حده مدرسة. لا اه وغيب اللتي دبال الاستراحة واش مقفولة ولا المحلولة؟ ولا لا مقفولة. مقفولة يعني ما عندهاش. واخا مع الالتناشك تدخل بنتك تتغدا في الدار؟ لا في مدرسة عندهم مغين الساعة. عندهم مغين الساعة. وفي المدرسة ما كنتش بلاسا في مثلا في الساحة فين تقلص في في الشمش. سقصيها. سقصيها سقصيها. إذا كنت مع العشرة. عندك العشرة للسراحة ديال العشرة. يا في ديك لابوز ديال الغداء اللي كي ياخدوا الوليدات ما بين التناش والجوج على حسب السن ديالهم تيكون طبعا لكونتين عندها الأوقات ديالها. ولكن غالبا في ديك الوقيته رات ديك الشمش مزيانة. نعم. لأنه تلع شيء ده بكي حقوقتي رات تبرد الشمش. نعم وكان يحت شيء اقسم لك تكون عفوان كتكون الشمس يعني فيهم ضربة مزيان. فقصة غير يكون دك الضوذي للشمس يكون باين مزيان. ممكننا نحطوه في كما قلنا يدينا ولا رجلينا. غالي نستفدو. ولوقيته اللي تكون غالصة مثلا في الويكند يعني في السبت والحد. إلا كانت كاتل في السبت والحد فتستفد من هذا الوقيته. ستبقى تخرجها. انتم في طنجة خرجيها اللي بحر. وتبارك الله راح الشمش موجودة وزاية طنجة. خرجيها الطبيعات وتحمل اللي هو نقي وتاخد شميشها. سوف يتفقناه. بالنسبة للتغذية في حاجة لتساكلها بحل الان واذا نتبعوا ليها. فالله القاتلين غدي نقول هذه المسألة هذي فبحل الوصفة اللي عطتنا اغتسانة رأي مهمة جدا لأن الان شوف الان في واحد المزيء اه كما نقوله احنا واحد المنفعة جميلة جدا. غير بنسبة الناس اللي عندهم التنسيون خصوهم يتجنبوا لأنك يطلع التنسيون. من غير هذي الشي فإلا في هذيك التركيبة اللي هضرنا على هذي الفيتامين او الفيتامين دي. فمهم جدا. وفي حتى الفيتامين كان اللي غادي نهضر عليه. فهاد التركيبة هذي آآ إلا كيفاش غادي ناخده وخده بطريقة كيم ما عطتكم اغتسانة. ولا خده مع تلان نديروا ذيك الحسوة دي الشعير بالحليب. وديروا واحد المعلقة كبيرة دي اللي المطحون خلطوها معاه. زيدوا لواحد المعلقة صغيرة دي اللي دي زيت الزيتون. يا سلام اللي خلطنا هذي المكونات هدو كاملين. وكيو اللي عندنا تغذية جميلة غنية بالفيتامين. او شوفي ام ايمان الوليدات اللي عندهم نقصان في الفيتامين دي مخصوم ياخدوا إلا يا كا دكتور. ياخدوا إلا نعم. يديروا إلا نحسوه غيره إلا لأنه كيخصوا الوقت باشي طيب تيخصكم تطحنوه كيكون تطحنوا واحد. واحد تطحنة الليولة في المتحانة. مش دقوا الحبيبات كيكونوا في السخين. وكتجيبي هاكاك وكتديري الماء. كتديري الماء مثلا واحد ما يجرى فيها الماء كيغلي كتديري في شوية الملحة. واحد لقي طعا دي الزبدة. حتى كيغلي وكتديري القدر ديال اللي بغيت يوم بعد كتتزيدي له الحليب. وممكن تحليه. آآ طبعا ما تنسيش المليحة قلناها. وقيا إما كتزيدي له سكر أو كتخلي هاكدك مني كيتقدم في الزلافة. كتديري له هاكا واحد المعلقة ديال العسل. وهذا كيعجب الدراري بزاف كيجي على طيب الحليب خفيف على شكل آآ آآ حيساء بالحليب. وكين أيضا الكريب اللي عطيت بقيق إيلان وزيد زنجلان. هذا رافيه مركز ديال الفيتامين. اكيد 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 والفيتامين الديرها مركز كتير وزيد زنجلان. اللي خصنا نعرفه أنك نعرفه كلنا الوميغا سيس والوميغا نف. ولكن رافيها الوميغا كارونت. شنية كارونت سيسناف او ربعين تسعود ستة. مثلا اوميغا كتسمعه هو التركيز دياله الحماد الدهنية الغير مشبهة. فالتركيز ديالها في اربعين. يعني كيوصل حتى الربعين ميلي قرام في مياه ديال 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 ميات قرام ديال الزيت. فمهم جدا حتى هو الصحة ديالنا. زيت زنجلان الى القناة. يا سلام نستعملو حتى واو نستعملو الزنجلان فتا هو من المواد اللي مهمة. اللي زوين انه هاد زيوت ديال زنجلان والقرقاح. كانت كد نجيبوها. كان نستوردوها من ماركات اه اوروبية. وكتكون شوية مكلفة. اليوم في الاسواق والمحلات التجارية الكبرى. الحمدلله هاد زيوت كاينة تتصوب هاتعاونيات مغربية منتوج مغربي ماحلي مئة في المئة. كان عاوض نذكر بانه اي فرصة كتتوفر لنا باش ناخدوا كل ما هو مغربي نعطوها الاولوية وهالتعاونيات محتاجين اننا ندعموهم. وكتخطوشي حاجة اللي كتكون كتحتارم المعايير والشروط ديال السلامة. دكتور عماد اللي خليك انا كنا نعالج الغودة الدرقية من سنين. اه. وكندرت عملية ومتابعة دائما طبية عندي كل كل الشهور. التوازن ديال الدوات ديالي هاد المسائل غادة كلها مزيانة. ولكن دغنيرمو عندي جفاف كبير في الجهاز السنة تولي. الدرجة انه تنطهرب من العلاقة الحميمية لانه تلقى مشكل كبير. عم. وشكين شي وصفة للمساعداء ولا شي ويتامين ولا شكل. واخا اه سولتي الطبيب ديالك والطبيبة ديالك على المشكلة هذا. دار لك ادرتي ادرتي واحد تحاليل? لا. لا. خصك شوف خصك شوف ضروري الطبيبة ديالنساء ولا طبيب ديالنساء. هدا علاش? لانه هاد المشكلة ديال الغودة الدرقية كيقدر يعطينا واحد الخلل في الافرازات. لانه احتف المنطقة اللي كتكون الخاصة ديال السيدات ديالنساء كانين الغودات تمها في ديالبلاسة اللي هي مسؤولة على الافراز ديال على هاد السوائل هادي. اللي كتكون طبيعية. نعم. فإلا كان خلل في الغودة الدرقية فكيمكن تؤثر. لان الغودة الدرقية علاش? لانه هو داك الميزان اللي كيتحكم لنا في الغودات كاملة. فلهذا كي تديري واحد تحاليل وتشوفي. نسى حليل ديال الغودة الدرقي كنديرهم كل تلسل. لا غاتمشي عن الطبيب نسحة غير يعطيك تحليل خرين. غير يعطيك تحليل خرين. فهمتي? غادي يعطيك تحليل خرين اللي عندها علاقة بالهرموناس ديالك الانثوية. وان شاء الله غاديلقى معك حل. إلا قاع ما كانش. ما كانش يعني ولقى الأمور مزيانة أو مثلا ما يمكنش يتخذ واحد دواء. فكي تعطيها واحد النوع دير واحد السائل اللي كيكون في الصيدلية اللي كيعطيها الطبيب. انجل. هادك السائل اللي كيكون في بلاست هادك. يكون انجل ولا كيكونوا ايضا على شكل مراهيمات. مراهيمات. ولا على شكل القوي البس. نعم اكيد فالي هي كتساعد وكتحول محل هاد السائل وهادش ما يبرستكش اختير عنده الحل ديالو. ما كينش وصفات اه من الطبيعية. طبيعية. ما كينش في الطبيعية شي هاجال اللي غادي تعاون كفات شي لأنه هذا عضوي. وان شاء الله ساعدة. نعم نعم. هاد المشكل راه الاسم جالوب الفرنسية معروف. هو شخص يعني هو هاد الجفاف اللي كتعرفوه السيداء على مستوى الجهاز تناسولي. واللي فعلا كيخلي. جفاف مهبلة. اي جفاف اي. وادار الموضوع راسبقنا تكلمنا عليه. ايضا رفقة دكتورة فضوى السعداني. وكي الحل يعني ما ما تهوليش منه. ولكن كي نخصي تخديز امام الامور. مشيت بحتي. شكرا. عن طبيب اختصاصي امراض النساء. رات يتلقي ان شاء الله الحل باش عاودي ترتاحي. بارك الله بك للا سينا. شكرا عن دكتور عناد العام. مرحبا. مرحبا. بارك فيك. مهانا نوال من مكناس. اهلا بك نوال للا راديو اسوات. سلام عليكم عمال. كنشكركم بزاة على هاد البرناس. مرحبا بك نوال. شكرا. بارك الله بك. انا فحانة بزاة في التزليا اليوم الخط. مرحبا. احنا ساعيدين بسمع صوتك معنا. تحية كبيرة الناس دمك ناس. شكرا. انا بيتمتوي على بنتي عند دبعة اشل عام. مهان. كانوا كينضون هسنان كينضوا فيهم احد الخطوط بيوت السوفر. نعم. يعني بدت تخدف هالطبوع. ادي قلت لاخلات الكثير في هاسنانة. قالوا لكم ربما يكون شربت شي دوام يكون تحاملات لها ولا في السنة صغيرة جا. قلت ربما يكون شد. نعم كان بعض المضادات الحيوية. بحل اللي تتخاصي كلين هاد فاصلة. اه. اه. فشوف كان كان. بحليل دا بغين. بحلاش حاجات ابغالها في سنانها. خطوطة. مم. فشوف كان جوج حويش. كان مسألة مثلا من انسان من كي اخد او السيدة من كتاخد بعض المضادات الحيوية مثلا من فاصلة التتخاصي كلين. لاش لانك اعطيوا احد المادة السبغية اللي كتمشي مع العظام وكتبقى في 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 الاسنان ديال 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 الجانين. ولا كيكون واحد نقص انتي كان عندك واحد نقص ديال كالسيوم او نقص ديال الفيتامين ديهاد. لي اه. وحتى فقرة دم توا من كيكون يعني السيدة الحامل فيها واحد فقرة دم لكيكون كتير. فا اه. لما مسلا قد تاخد بعض الادوية كيمكن تعطينا هاد السبغة هادية على المستوى ديال الاسنان. غير هو كما قال لك طبية برادة بغيت ان ان شاء الله حتك تزيد في السن دياله يعني تكبر وتبلغ. والسنينات يتقدو. فاديك الساعة ان هاد المسألة هذه ما كتبقاش ولو دابات دخولات اه طبية. لي كيحيدو هاد السبغة هدي كتكون اه في الاسنان. واش بنتك ما عنده تعتاشي فيتامين نقصة ياك? لا ما عندش تعتاشي فيتامين. وعليك ناتجة السبورية ديالة حد شي خب حاليك ضرصو دين سنة. نا عرفت 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 كتكون بحل واحد لك الحولية غاديل 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 قهوي يعني ولا بحل دك الصداد ديال الحديد من كي تطلع على على شي بلاسة اللي كتكون بيضة. مش كين شي وصفة طبيعية المساعدة دكتور عيمت. فهنا الوصفة طبيعية لاش لان دي تسبغات داخلية. ايا. ايضا هناك يخص تدخل طيب بي. وعليش ده بالطبيب ما بغاش يقيس ده با سنينة ديالة دهبا. كيتها تكبر شوية احتا دير السين ديال الخمسة عشر سنة ستاعة سنة. وديك السعارة كين تدخل طيب بيورا ساعد لك شيرا كيتحييد ما يبرسطك شاختي. صابت فهمنا? ايضا طمأني. طمأني نوال. اه آآ غادي ناخده الان خديجة معنا ونمراكش. اهلا بيك. سلام عليكم يا خديجة. اهلا لسانة كبير اللباس عليكم. الحمدلله. مرحبا بيك. معنا على راديو اسوات. الله يبارك فيك. انت دكتور عماد. بخير اختي منك اسمعوا صوتكم. الله يبارك فيك. مرحبا. شو السورة دينا. دكتور بنتي عندها نقص فيتامين سي. ايا. ودار التحليل قلت طبيبة. انتك نقص فيتامين سي. ايه. 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 اوه. افك بطيشي وصفرين وسعادة. واخي اعطاها الدواء. ايا كانت شرب الدواء. كانت شرب الدواء مزيان. مزيان. حال هذه باش بداية تشرب الدواء. شهرين. وانتي باش عرفتي انا اخس اه خسات مشي لطبيب شنو بان عليها. شنو الاعراض. لا عندها صفورية في الحماس الزاف وعينيها ايا عندها صفورية. ايا. مني اديتيها قل لك تدير لها تحاليل ميدر تحاليل قل لك عندها نقص في الفيتامين سي. ايا. وشرح لك لاش راجع هاد النقص يعني شنو لي سبب لهذا النقص في الفيتامين سي. لا في الحال خان مشي تانا مشي تغيية وبعما مشي تانايا. وشنو قال لي هم طبيب علش جاه هاد النقص في الفيتامين سي. الله معم شما اسولها معم. دكتور عماد شنو لي. واجي نقول لك وخديجة خديجة. نعم. دابني كان بغيو ان نلقى واحد الحل واحد المشكلة لك سنتعرفه شنو السبب. ايا. شنو السبب دكتور عماد. فالسبب هو التغذية يعني التغذية مكتكون شعد نوع التغذية غنية بالفيتامين سي. وكنشكر هاد الطبيب هاد فزاف لانا قليل من الاطباء اللي كيديرو هاد تحليل هاد الفيتامين سي. وخاصة مكتكون سسفورية. فكنحيي هاد يعني هاد اللي يكون فخيغات الدكتور دينا. وعلاش تكسفورية لانا من اول الأعراض نقص الفيتامين السي هو فقر الدم الحاد. إذن ما يبقاش عندنا الحديد في الدات. هو اللي يعطيناها دسفورية. واحد. جوج كتولي الطاقة ديال ديال داك الإنسان اللي عندو هاد فقدان ديال الفيتامين السي. كتولي هاد بزاف. ما كيقدرش يتحرك. ما كيقدرش يزيد. ما كتقدرش قاعد يعني تعيش الحياة ديالها طبيعية. كتولي نشوفيه في الدات. وكيولي كداريك حتى نشوفيه على المستوى ديال الشهر. فهذا هو الأهمية ديال الفيتامين السي شنائية هو كيحافظين على الأنسيجة. يعني ذاك الخلايا ديالنا وذاك العضالات كتبقى قوية. كيبقوا متماسكين. وما كيكونوش يعني كيوقع فيهم شي تمزوق. ما كيكونوش رهاف. فهذا هو الدور دياله. هنا الفيتامين سي كيفرزها الجسم؟ ولا كيستمدها من تغذية؟ الفيتامين سي من الفيتامينات اللي كتكون مدابة في الماء. ولي كناخدوها من طبيعة. من طبيعة. نعم فكن بدو بالحمضيات اللي مسألة اللي معروفة كتير. إذا توفار فالناس اللي كيسكنو في مناطق لكي كل كيوي رخيص فالكيوي في واحد في واحد تركيز ديال فيتامين السيحات جدا كبير. كين الفلفلة الحمراء في الفلسفرها فهي موجودة تبارك الله. كين دب الكاكي؟ الكاكي يحتوي من المواد اللي فيه. والحجيب أنه ده بظهر في الأسفق واحد الكاكي بلدي. غي سغي وربح المهات طيشة. والديد. نعم فهذاك. وما غاليش. يعني في المتناول. وهذاك الكاكي المغربي لأنه مركز في تركيز كتير ديال البتاكاغوتين وديال الفيتامين السيحة مهم جدا. المعدنوس حتى هو. إذا خديجة؟ نعم. معانا خديجة؟ نعم. معانا خديجة؟ شي كله اللي كي يقول لك دكتور عيماد؟ لا. خصك توفريه في تغذية ديال البنية. صح. هي كي كتاكل كديرا ماكلتها؟ مزيانة عادية. لا شنو هي عادية وش كتاكل لك مثلا هكا الفيتامين السي هتشيلي فيه الفيتامين السي كتاكله؟ لا تاكل كل شي. إذا بخصك سركزي معاها كل ما هو فيه الفيتامين السي. عقلتي شنو قال الدكتور؟ نعم. نعم. واتي حول انك اتي تعطي للبنية ساعمر الأكل دياله. ماشي مع الأكل دياله. نعم. نعم. عقبت دكتور وحد الوصفة عفا تبيت هالكلف وجهة عمر بكلفة الله يجزك بخير. واخر واخر. ان شاء الله قد نعطي هالوصفة دياله يخليك في الاستماع. الله يحمى ليدك. فحلينا الله يجزكم بخير. سلمين البنية وتالله فيها. باش تكون البنية ديالك تقرم زيان. ديالنا خدمه كلامات اخرى دائما معنا على الخط. خديجة من طانجة. اهلا. السلام عليكم اختي سعنا. عليكم السلام. مرحمة الله. مرحمة الله. الله يبارك فيك خديجة. مرحبا. 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 اه تحليلة. مرحبا. وعندي نقص بيتامين دي. مرحبا. وعندي الكوري السيرول. مرحبا. وعندي المسران. المنفوخ. مهمة شي كامل باشي لا يقليها ايلان ولا لا. الله يحبتك. مرحبا. مرحبا. لانا ايلان شنو كيعاون. كيعاون باش كيجبر لنا العظام. باش كيعطينا واحد الصحة. اذا الانسان مني كيكون كياخدو كيولي كيحسب راسو مزيان كيولي كيحسب راسو الدس ديالي وليس مزيانة. فالما الانسان كيشوفها كيك يقول بيانا إيلان كيغلط فهو إيلان كينفع ومفيد. غير قلنا ناس في اوحدة اللي ما قصد اشتخدو اللي عندها التنسيون تجنبو. وان شاء الله غاديكون بخير بالصحة والعافية. قادي نعود الوصفة اللي اعطيت في الصباح في بداية اللحصة يعني الساعة اللولة وصفات من ما ايتي. وتقسمت معكم واحد الوصفة سهلة مهلة ولديدة وصحية يعني فيها بزاف جمعة بزاف المنافع. هدا هدي وصفات يا الكخيب الكخيب الصحيين بدقيق إيلان وزيت الزنجلان. كنعود نأكد يعني غادي تمشي ورواحد مطحنة اللي كتتعاملوا معاها وكتاخدوا إيلان. كنشينا كنشريه وكي تطحن باش كيتفصخ وكيتطحن حتى كيتنيل. وكن نخليه على جوجد الشكال. واحد كنخليهم فصخ. هذا باش كندير به الحسوة. كنديره بعد فقراء الدجاج. تندير به الحسوة بالحليب كيجي رائع جدا. كندير واحد اللي كيجي تطحن مزيان. كي يقولي بحال فارينة يعني بحال البودرة أو الدقيق ديال إيلان. هدا كنصوبو به هاد المخبوزات بما فيها الكريب. هدا الكريب هنا يغا نحتاجه مئتين جرام ديال دقيق إيلان. كنزيد لها خمسين جرام ديال دقيق النشا. وكنزيد يعني دقيق الدورة أو النشا. هي المجموعة عندي رابعة. إذا مئتين جرام ديال دقيق إيلان وخمسين جرام ديال النشا أو دقيق الدورة. كنزيد لها ربعات البيضات. نصي طرود الحليب. قبصة الملح. جوج معالق ديال سكر البني. أنا شخصيا أفضل سكر الأشقر أو البني. ما توفر شاي كتعوضيه بالعسل أو كتعوضيه بالسكر سانيدة. أو أيضا بالكيس ديال سوك فاني. وكنزيد لهم جوج ديال معالق ديال زيت الزنجلان. إذا كنديروا الدقيق مع إيلان مع النشا مع الملحة مع السكر. وكنديروا واحد الحفيرة الوسط. كنفقصوا فيها ربعات البيضات. كنبدأو نخلطو بالدينغيب شوية. ثم كنبدأو نزيدو ذاك الحليب تدريجيا. الحليب اللي كيكون بدرجة حرارة المطبخ أو بارد. ثم آخر حاجة كنزيدوها هي زيت الزنجلان. كنخلطو ذاك الخالط مزيان. حتى كيواللي خالد لك خيبك وشي كيعرف يصغب لك خيب. وكاتب ديت الطيب بيهم في المقلة. وهادو كيتقدمو إيا مع شوية ديال العسل والجبن الأبيض الطاري. أو طبعا ممكن ديروهم مع شوية ديال كغامل وشرائح ديال الموز الطاري. وتيقوا بيا هادو أنا شخصيا كناكلهم غير هاكدك طبيعيا. كتجي فيهم واحد منك هاد يلزيد الزنجلان رائعة. وإيلان سيعطوهم صبح الله واحد لما دقلا ديال جيدا. والدراليرا ما غير يعرفوش واش فيهم شي حاجة أخرى من غير يعني الفورس. فجر بيهو ما لله وردي عليا الخبار. بالنسبة للحزوة سهلة مهلا كنديرو الماء. كيغلي فيه شوية الملحة شوية ديال زبنة. حتى كيغلي وكنديرو فيه طبعا. بحل غا نديرو البلبولة الشعير أو كن هنزيدو له ذاك الإيلان اللي هو نفسخ. وتنخليوه حتى كيطيب. وكيبغي شوي هذا الوقت. كيشد الوقت باشي طيب. إيلان ما كيطيب شضغية. ماشي بحل سميدة. ماشي بحل الروز طبعا. كيخصو الوقت وشوي هذا الخاطر. كيبغا كيطيب. وانتي كتحركي ووكيطيب. كتشوفيه انه طب. ثم كتزيدي له الحليب. وكتحليه. بغيت يتخلي غير هكاك بالحليب. ممكن زيدو له شوية شوية ديال النافع. او ايضا حسب الضوغ شوية ديال زعتر. حتى الخرطة نجيو نضفي والبوطة. وكي تقدم صحة والراحة. دكتور عيماد. ادي الناخدو الان هو. والنفع الزسرة مهمة. والنفع ربزيل وريداش بالنسبة العظيمة جديروهم. بالنسبة الكالسيون بالنسبة الفيتامين دي. فالمواد المهمة جدا. وحتى منك يتزادوا ماء الان. بحلق انك نرفع ذلك الفيسينيرجيك. نعطيه ذلك المفعول. اللي يرفع القوة ديال الفائدة ديال الان. شكرا الله يعطيك السحر. الله يبارك فيك. الانسان ساهل يلا بغى. كل واحد فينا قرر. مع رأسه يحسم واحد الأمر ساهل. بالفهل. ولكن أمر يعني مهم. لأنه كي بدل حياتك. هو انك تتقرر. كتقول مثلا ده بها عام جديد. دخل الى اي واحد فينا. وكل شي ده. مع رأسه شافت رأسه في الملايين. وقالت هذا العام. خصني. نقول لي. كان حرس على واحد تغذية صحية. بفعلا. أنا نأكل صحي. ولوليداتي مسؤول عليهم. يبدو يأكلوا صحي. راح تنربحوا بزاف الأمر. بزاف الأمر اللي كتتغير في حياتنا. في الصحة ديالنا. في الحالة النفسية ديالنا. في الخاطر ديالنا. في الانشيرات ديالنا. والانفتاح ديالنا. يعني الإنسان كي القرار سوق. صبح الله العظيم. بزاف الأمور كتتبدل. فعلا. فيعني هذا القرار كي رجع ليكم. وكل واحد هو مسؤول. كلهم رائي وكلهم مسؤولون عن رائيته. نعم. والأمرة هذه ما مسؤولة على الأسرة. الأسرة ديالها. طيب غادي ناخده هائشة من طربيضة. وناخده من بعد هده من مراكش. هائشة. مهلا بك. السلام عليكم. مهليكم السلام. مرحمة الله. بزاف كديرة كدير الدكتور عيمان. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. أنا رجو أسوات. أنا أخده ديالك المرة كنت هدرت معكم إلى رسيانة كالخية السقار. نعم. والحمد لله السقار طا حضرت الخزان ديالك المرة بلقيت ستادة بلقيت خمسة. الحمد لله. مرحبا عجيك. الحمد لله. ولكن ديال الرجيم ولا تديني ضخا ونضعافي بزاف. ولحتى بالرجيم مقبسنا كله. وتوصل لتكسلشها تحتيش بليا وراني ضعافي بزاف. ولحتى بالضخا. وعلاء إلان وشانا في يتقر وخلنا ناكله معلي. واخا نسوي لك. الريجيم اللي دلت اعطاه لك الطبيب ولا دلتها لراسك? اعطاني يا رجيم اعطاني يا الطبيب وطبيبة ومشيت عن الطبيب اعطاني يا رجيم. ايه. وانا درت ذاك الريجيم القاسح داك شل حتسني الطبيبات لانا درته ودرت ودرت شي رجيم فنك راس در مسلوقة ونها كل. ايهو واختي انا ما متعفكش معك على هادي المسألة عادية. ومينشيت عن طبيبات قتحي يعلن كتليك دير يا ذاك الريجيم. اه وشنو لانا الانسان حتى لك عن عنده السكار مشكلة ديال السكار وهذاك يخصوها حتى غضية متوازنة مشي السكار صافي يخصوها بس راسه من الحياة لا بالعكس. اه. كين واحد الحيمية شنا هو الانسان لك يكون مصاب داء السكاري كيمشي عن طبيب غايك يقدليه الطريقة للاكل دياله ولكن. اه. تخصي كبروتينات خصي كبيتامينات خصي كاملح معدنية خصي كمواد مخدية اللي غا تعيشك اللي za توقفك. إذا كشيلة الطبيب كيعرف كل حاجة شنو القياس ديالها وكل حاجة كيفاش غضي تخذيها باش انها ما تطلع لكش السكار وتحافظ عليك. لان رحتها كتلقى حتى في الحيمية كان يكيدخل الفواكه يكيدخل الأمور لي فيها السكار ولكن بواحد الطريقة واحدة الكيميلة الطبيبه أو الطبيب كي يكون عارفة. فخسكي تديري الحمية لعطيك الطبابة هي اللي خسكي بعدها تشوفيه مع الطبابة ديالك. اللان اللان اه يمكن لك تخديه ولكن اه تخديه بوحده. حدا بلك انتي قد ديري الحصوة ديالالان قد ديريها بوحدة تخديها في الصباح صافي يعني ما تزديش معها شي خبز ولاشي عاجة خورة باش ما تطلع لكش اه السكار ديالك. ولكن هاتشي كامل كي خسك ضروري انك تشفي مع الطبيبة ديالك باش ترجعي للحيمية ديالك اختي وان شاء الله الامور غادي تكون بخير. صافي? تهلا في راسك عائشة. فإلا اختيت ان شاء الله الحيمية ديالك وتبعتها اللي غا تعطيك الطبيبة فالوزن ديالك ديالك غادي رجع للحالة الطبيعية دياله لان هنا فقدت بزاف ديال ديال المواد. والمهم ما شي هو الوزن. المهم هو انت تحسب راسك بالصيحة جيدة. وعموما يعني الناس اللي عندهم دأسو كاريرة كل ما لقوا ينقصوا في الوزن كل ما احسن. نعم غاديكون احسن. ولكن غايتشد الصحة يعني القوة دياله تكون بقوة. يعني ماشي داك لدك لدك الانسان ينقص صحة بالمرض. ناخدوا سؤال اخر وباختصار. اهلا بك هودا من مراكش. السلام عليكم. السلام. مرحبا. يا اي ماذيك وشبه خير. الحمد الله الله يبرك فيك اختي مرحبا. عفا كبير نصولكم لها حساب بنتي دبع ها ثلاثة سنين. وهي من قبل كانت تتاكل قاعد خضار وقاعد فواكيز قريبا احتل وصلت عام ونص. اي. من غراء عام ونص عامين بحالها كبتت ما كتكره ليها قاعد فواكي. درجة ان الريحة ديالهم كان كنا كنا اكل فيهم ليسي حاجة كنقول يلا باديم اني فيت ريحة شفاكيها معين. اما الخضار بقد كتكره وممعرف شنو السبب. معرف شنو ناوض لها بش ما تفقد شدوك الفيتامينات ديال الفواكيه يكونو في الفواكيه. واش البنية بصحة جيدة? بصحة جيدة الحمد لله. ما عندها لا نقص في الفيتامينات لوالو. لا ما عندها شي نقص. واش الطفل اللي ما كي يكلش الفواكيه ممكن يتعرض لنقص في احدى الفيتامينات دكتور عماد. فكين كين مواد في الخضار في مواد اخرى لك يمكن نعوض بها الفيتامينات فهاتش ماشي مشكل غير هو من الاحسن انها تاخد الفواكيه ولا تشوف شي طريقة دكية كيفاش تستعملها الفواكيه. مثلا لك انت كنت تاخد عسن البرتوقع تدير لها معا شي فاكيها ولا تدير لها واحد الصلاة دفخوي. فالفواكيه مهمة جدا ودفل بنيت عندها عامين فان شاء الله مني غادي تزيد تكبر في ثلاث سنين فمني غادي تكبر في ثلاث سنين قناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اشتركوا في القناة